بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا شباب. اه النهاردة معنا حاجة في اكسل. احنا متعودين مسلا لبان عندنا حقول فيها الاسماء بالشكل ده. وعايزين نطلع او نستخلص اه احيانا اسم الابن او اسم الشخص نفسه. الاسم الشخصي. اه واحيانا نحتاج ان احنا نطلع اسم الاب. او اسم الجد تحديدا يعني. يعني نطلع اسم الجد بس. اه وفي مشكلة عندنا في الحروف ان احنا عندنا اسماء مركبة. للاسف دائما مش محلولة في الحالة دي. اه لكن الاسم الشخصي هيتم المعالجة ان شاء الله. اه اول حاجة عايزين اه عايزين هنا نجيب اسم الاب. اه ممكن نعملها في خطة واحدة بس التبصير هنعملها في تقهة خطوات. اه اول حاجة بندور على اول مسافة. فهنستعمل فاندور على اول مسافة. خط مسافة فضية. في الحقل ده. قال لي ان اول مسافة بعد ستة حروف. اتنين تلاتة ربعة خمسة واول مسافة هي رقم ستة. يعني اول مسافة بعد الرقم اه رقمك ربعة. في وائل وكمال رقمها خمسة. تمام. عايزين نطلع عدد الحروف في الحقل ده. هنستعمل ينيه? نفتح قوس ونقول لهم عدد الحروف في الحقل ده. قال لي هنا عدد الحروف ستة عشر. يبقى اسم الاب مكون من اه اخر عشر حروف. هنا اخر عشرة اخر اه حداشر حقل. طيب. خلينا اه نفصل اسم الاب عن اسم الاب. هنقول له اه اه ريت. الحقل ده. طيب هنا هنحتاج ان احنا نكتوب له اه العشرة. انهنه هنا ان يقصد اخر عشر حروف. اه اخر عشر حروف هي ستتاشر ناقص ستة. فصل اسم الاول. خلينا نجي هنا ونعمل عايزين نفس الاسم الاب. الاسم الشخصي. هنا استعملنا قلنا له قصلي اخر عشر حروف. احنا نقول له اول عشر حروف. وكزلك لو احنا عايزين اسم الجد هنا هنعمل اه مرة تانية في المكان ده عشان نجيب اسم الجد. والسلام عليكم بالألين. اشتركوا في القناة